أكيد وبعدين قطاع الناشئين ياما خرج نجوم يعني كلهم كانوا يعني النجوم مستقبليين وقت التصعيد لكن بعد كده أثبتوا يعني كفائتهم وجدرتهم وعلى فكرة تحية لكل القائمين على قطاع الناشئين في النادي الأهلي ومش الفترة دي ده من زمان جدا لأن طول عمر قطاع الناشئين في النادي الأهلي وكأنه خط إنتاج لنجوم حينوره في النادي الأهلي في السنوات القادمة وده على فكرة برضو كلامنا عن هذا الملف لسه مستمر إمبارح يعني وقع ثنائي الغاني سامو الأوبونج وريندورف ساربا مع النادي الأهلي لمدة أربع مواسم ونصف طبعا في دوق استراتيجية النادي الأهلي للتنقيب عن المواهب الإفريقية مبكرا وبالتالي الاستفادة منها سواء من خلال مشاركتهم مع الفريق الأول أو من خلال فكرة الاستثمار المالي وطبعا حضرتكم عارفين أن النادي الأهلي برضو عنده قدرة كبيرة جدا على تنمية موارده من خلال كرة القدم الثنائي الغاني كان خضع بالفعل لفترة يعني فترة معايشة في قطاع الناشئين في النادي ونالوا إشادة الحياة الكل يعني إشادة كبيرة من كابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين إشادة كبيرة من كابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع وتم قيد اللعبين تحت السن كمان وقع أحمد عبدين مدافع النادي الأهلي وهو من موليد 2006 وقع عقد مع النادي لمدة خمس سنين قادمة بعد طبعا المستوى المتميز جدا اللي ظهر عليه هذا اللعب خلال الفترة الماضية اللي كان منضم خلالها لتدريبات الفريق الأول واللي شارك كمان من خلالها في معسكر الإمارات الأخير واستحق إشادة الجهاز الفني لما يتبتع بيه هذا اللعب من قدرات فنية وبدنية عالية حاجة حلوة حاجة تفرح وحاجة تطمنك على اللي جاي اشتركوا في القناة